موسيقى فرحة بداية فقراتنا على اليوم رح نروح فيها لمساحة جديدة الشباب السوري رغم سنوات الحرب على بلدهم إلا أن القدرات والتميز والإبداع كانت حاضرة بأي مجال بأي بلد كانوا فيه وبعالم الروبوتات الذي يعتبر من العلوم المعقدة للغاية كونه يجمع بين أهم العلوم الهندسية ميكانيكية كهربائية والبرمجية أثبتت القدرات السورية حضورها ومواكبتها أكيد لح نحكي أكثر عن هذا العلم وين وصل علم التحكم فيه أكيد معنا المهندس بيشير كربوج وهو مهندس أتمة صناعية وتحكم آلي وطالب ماجستير في جامعة هنوفر بألمانيا وعم يختص أكيد بهذا المنجال رح نحكي معه أكيد لح نعرف أحدث ما توصل إليه هذا العلم يسعد صباحك بشر يسعد صباحك بشر صباح الخير يا بشر خلينا نحكي بالبداية بالبداية نعرف أنه العلم والتطور بعلم الروبوتات وصل لأبعد الحدود خلينا نعرف منك الجديدة بهذا المجال وشوه اختصاصك حكي لنا أكثر أكيد أول شي صباحك خير لزينا وإليك الصباح خير لفاعة أحب أشكركم أكثر على الإتصادات الحلوة وزاعة المجال للحديث عن هذا العلم المهم بالحقيقة والحياة مليئة بالبداية أنا مهندس أثمة صناعية أتحكم في جامعة تشرين سوريا عام 2012 حاليا أنا بالطبط الأخير في براس الماجستير بجامعة لاديس بمدينة هنوفر في ألمانيا عم تابع طبعا بنفس المجال التخصص اللي عمل في بكالوريوز تابعي وعم بتوجه أكثر طبعا لأخيصات الروبوتات الصناعية من ناحية الجديدة عالم الروبوت بساطة أنه شي خيالي كتير الكلام عنه وينووصلنا وطبعا هذا واضح كثير من خلال المعارض الأخير اللي احضرناها وخيدناها بلدن الأرماني اللي أهم معرض في السنة الماضية وهو من المعارض المهمة على مستوى العالم إسلام يتعرف في كل الشركات وأغلب جامعات ومراتب التحوص يلمية كل جديدة بحالة التوكولوجيا وعالم الروبوت وبنفعل يعني لقظ السنة الماضية بعالم الروبوتات بالبساطة يعني بالمستقبل اللي مكثير بعيد ستحلها الروبوتات بماكن كتير ماكننا نتخير أكيد هذا للأشياء نعم يعني بشر أول شي أنا كمان كتير بدي هنيك على هذا الاختراع بدي هني حالنا بهيك مهندس فعلا قدر يخترع شي كتير مهم ومثل ما قلت مجال الروبوتات صار مجال واسع وأيضا استخدام الروبوت ما بيختصر على جانب معين إنما متعدد خلينا نعرف منك عن أشهر الأنواع اختصاصه ومجالات عمله أيضا أكيد هلأ بشكل عام بس حاجة أعلم بكلمة بغيرة إنه وصطلح الروبوت هو جاي من كلمة اللغة 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 اللي معناتها تيجي من أفضل الروبوتة ويجي تيجي بمعنى العمل الشاق أو المضمن من هون تيجي فكرة إنه استخدام الروبوتات في الحياة وبالتالي نحن فينا على هالأسا تلقي مجالات استخدام الروبوت طبعا أكثر الأنواع شهرة موجودة في العالم هي استخدام طبعا أكيد بالروبوتات الصناعية لدينا ربوتات بالمجال الطبي عسكرية ربوتات بالمجال الرئياضي بالمجال الفعالي المنزلي الخدمة ربوتات حتى فيها رعاية المسلمين حتى فيها ربوتات للفضاء طبعا نحن فيها نظر بساطة يعني هو الربوتات رعاية المسلمين اللي منكشرة بشكل ملخوز وشكناهم بدور رعاية المسلمين بالألمانيا وأغلاق مجال الأوروبة طبعا أشهر الروبوت أوكمارو اللي هو عبارة عن ربوت صناعة يابانية من شركة والربوت أيما اللي هو أيضا ربوت صناعة عالية والنظرات يعني قادر يعرف أي شخص موجود معنا بالدار أو بفكام الدار من شكل وجه ومنصوف أيضا من خلال اتباعه للتقنيات جدا عالية لمعارش بالصورة والصوت طبعا دورة كبير مهم بالدار من خلال رعاية المسلمين تأثير ورصات الأكل للأشخاص اللي عندهم التفك حتى حقيا أننا قادرة المسلمين كون نحن نعرف أن الأشخاص المسلمين ومعتقد بالعمر يصير عندهم اطباع محددة وقعدة كما أن الواحد يتعامل معها الروبوت قادر يتعامل مع هذه الأطباع حتى أنه الروبوت المال الماني اللي حكي عنها قادرة أنه تعرف حتى على التنزان اللي يحب كل شخص مفتن فاتن يحب الإضافة لمهام محادثة المسائية مع الروبوت أكيد سبكان الدار فواصل سبكان الدار وروبوت عما محادثة فعالة ومشكلة ومحادثة فارغة من ندمون سؤال الزواغ لا أبدا الروبوت كثير أكيد من خلال فواصل مع سبكان الدار أكيد مهام كثير كبيرة يتزوضم بمعلومات يحتاجوها مكيفة كثيرا بمحام لازم يعملوها أو موحيد أخذ سوى أو كثير شغلات مثل إصرار للقصاص أو روايات المسلمين أو حتى فينا تحكي بالمثال سؤالي هون هلأ رحي هو وقت إنه نحن 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 بشكل أكبر أريب أريب خلينا نحكي بشر عن أنواع الروبوت نتخصص شوية فيه نحكي عن الروبوت الطبي اللي هو إله الذرع الصناعية طبعا بتم برمجته لنقل خبرة الطبيب وين ما تواجد خلينا نحكي عن هذا الاختصاص تحديدا واللي بظن إنه نحن بحاجته بهذا العصر كتير طبعا الأكيد الروبوتات الطبية بلشت ظهور بشكل كتير كبير وبلشت في محيز الاستعمال بالدول بكتير متقدمة طبعا لا أكاد من أخلى الأمر إنه أغلب المشاتب موجودة بألماني وأمريكا تسوي على هذي الروبوتات الطبية طبعا الروبوت الطبي بشكل عام هو ثورة في المصطب طبعا قادر إنه يعمل عمليات جراحية وقادر إنه يعالج مرضى كمان بالروبوت بالنجال الطبي يعني أنا كني أكثر نوعين هو طبيب المعالج اللي آدر على تشريط حالة المريض طبعا من خلال إنه يكون في جلسة بين المريض وهذا الطبيب الروبوت ويبتم هذا طبيب لشكوى المريض والأعراض اللي بيأتن لها بعدين بيأتن خائن من الخصوصات المريض اللي بيبت لها ويعطي نصيحة طبية وطبعا الوصفة طبية بعدها بيجو أطباء بشر بتأكدوا من هذا العلاج الموصوف وكل هذه التقنية طبعا برنامج الطبيب الآلي يشخص هذه الحالات عندنا ماذا تشهد مذبئيا لأكثر من مراد مثل المراد ومشاكل الألس طبعا من تقنية الزكاء والصناع اللي معروف للأسل والمثال نظر صراحة هو وكالة وكالة ثانية روبوتات الطبيب الآلي بتشخيط هذه الأمراض بتفوق 20% من تشخيط الأطباء من البشر حتى المتمر في النوع الثاني من هذه الروبوتات هو روبوت الجراح طبعا روبوت الجراح الكثير من ما رح يستغرب من هذه الكلام ولكن بالواقع والحقيقة تقول أن الروبوتات الجراحية كثير من تشرة ومشكل مصريح من المشاركي ألمانيا وأربط وأميركا ومشكل مباشر وكبير بالعزيز من العمليات الجراحية الأخليبية طبعا استطال الأوران الخيثة عمليات الألب وتبديل الصمامات حتى الجراحات العصبية كون تتمتع بدفخة كيرة عالية وتفوق بدفخة البشر طبعا أثر روبوتات الجراحة شهرة بالعالم هو الروبوت الدكتور الروبوت الدكتور لأنه الفائل الدكتور دفانشي اسمه هو الروبوت المخدر معك الروبوت المخدر معك بشتغل الروبوت الدكتور طبعا نتذكر في حدث حقيقة الروبوت عنده أربع أزرع وكثير رفيعة زراعة من هالأزرع يثبت عليها جدا عليها التفقة والأزرع التي يثبت عليها النحة من إلا بعلم الظروبوت للعياة المؤثرة المؤثرة يثبت عليها الأدوات التي تشهل فيها أثناء العملية من النقصات أو بعثات لخد أو تخطيع أو إلا حتى إزالة هذه الأوران حسب العملية نعم من تنظر صراحة والذي المعلومة جدا مهمة أنه دخل الباحثين عمل تجربة ودخلوا 12 مريض بحاجة طبعا لجراحة تحت إشراف الروبوت زراح ونصف وصبع للأطباء البشريين بعد العملية فاجأنا المثيج لأن الزروتات الدقيقة بالشرافية حفظ لخلق مرضى مثل كثة التي نعمل لهم تحت إذا طباء بشريين بينما عانا مريض واحد فخص من المرضى التي نعم بسنا زراحة من قبل الروبوت طبعا هذا أبدا سهل خلال تحت عمل ومر هذا نعم يعني بشر بعد هذا الحديث الذي يمكن أن لا يخلص عن عالم الروبوتات وهذا العلم الذي انتشر بشكل كبير ومثل ما تفضلت وحكيت دقة وسرعة وانتشار هائل باستخدام عالم الروبوتات طبعا تشكر كثير لفتك الحلوة ومشاركتك معنا بهذا الصباح أتمنى لك بشر كل التوفيق نتمنى نشوف كل اختراعاتك وانجازاتك عنهم كمان بسوريا وبدي اتمنى لك التوفيق بمجال دراستك شكرا لك شكرا لك شكرا لك المهندس بشر كربوج كنت معنا من ألمانيا أكيد ومشاركتك بالروبوتات والاختراع الجديد أكيد موفق بكل شي عم تعمله